أكثر من مئتي حالة إصابة بحبة بغداد سجلتها دائرة الصحة ديالة في مناطق متفرقة من المحافظة ولعل أكثرها في ناحية العظيمة التي ينتشر بها المرض بصورة كبيرة بين الأطفال والنساء والرجال على حد سواء مخلفا مشاهد مؤلمة كوجه الطفل هذا طاقة العظيمة هي منتشر هذا المرض وحبة بغداد كل شيء هواء سواء أتقال يعني وكبار وشبار حسا والله أنا رجلي يا صارت ثلاثة ساوية وهسا جيت اليوم قوي حبة بغداد الدكتورة قالت حسا عالدها صابت الأطفال هواية يعني مشكلة بالمنطقة أنا هواية ما لها علاج بسه الوحيدة لبار أنا هاي الجلسة الرابعة وقوة ما ماتت هواية إنها بالبداية يعني هي صغيرة طلعتها أنا قلت لي جزء حباي من هاي العادية هاي شو بعدين كبرت وصارها الجراحة ذب شوي شوية بعدين انتشرت ثانية ثالثة لما انتشرت فانا صبق هذا الحكة ايه أنا الساعة مني وحدة يعني ما حت راسي جرب كل جرب بي وطلعتي هنا اي بي يعني ما أخلي الطبي ما رهت عليه والحد دلال ما أعطي بي دائرة صحة ديالة أكدت أن الحالات ارتفعت من مئة وخمسين إلى مئتي حالة في غضون يوم واحد مؤكدة ان كواديرها سارعت لعلاج هذه الأمراض في ظل غياب دور الدوائر المعنية كالبيئة والبلدية موجود مئة وخمسين حالة في ناحية العظيم واليوم احتفعت الاميتين حالة تقريبا بس الكادر الطبي المختص بقى في ناحية العظيم وتم معالجته هاي الشريحة اللي موجودة في ناحية العظيم احنا نحب نقول احنا نحب نحمل مسؤولية هذا الموضوع مو بس دارة صحة ديالة وانا ما نحملها للمجلس المحافظة ولا كل الدوار الخدمية مثل البلدية والبيئة سرعة انتشار هذا المرض في الاماكن التي تعتبر حاضنة له تنظر بخطر كبير اذ ما تم معالجته والقضاء على مسبباته في السرعة الممكنة بعد تكاتف الجهود من قبل الجهات المعنية لقناة سامراء مصطفى الجوراني ديالة